في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لحصد مراتب متقدمة في سرعة خدمة الانترنت يتراجع العراق باتجاه ذي القائمة في التصنيف العالمي في ظل صمت الجهات الحكومية المسؤولة عن إيجاد الحلول لخدمة باتت العصب المشغلة للحياة هي الانترنت حاجة ما سيصارت بكل شيء وسائل الاتصال وسائل الارسائل أي شيء يعني الانترنت حاجة بسيطة بكل المجتمعات موجودة متوفرة بس عندنا يعني عبالك ظاهرة عجيبة يعني أنه ما يقدرون يسويونها أو ماكو متابعة أو حيرين بيها أو أكو طرف استثمار أو أكو فائدة ضعف خدمة الشبكة العنكوبوتية أصبح حديث الناس ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين في مجالات تعتمد كليا على هذه الخدمة وأمس السخط رفيق يوميات المواطن العراقي الذي يحمل وجهات حكومية على رأسها وزارة الاتصالات المسؤولية عن تراجع خدمة الانترنت ويتهمها بالتواطئ كل مكان بعد الانترنت شيء مطلوب يعني في البيت هاي لأنه ونستخدمها بس للأسف هنا أنا بالعراق يعني قدنا يعني قلت لك استغلال الشركات سبب الشركات بالتعاون مع وزارة الاتصال وزارة الاتصالات وعلى مدى سنوات عدة تهربت من مسؤوليتها في معالجة تردي خدمة الانترنت وأصدرت خلال هذه السنوات بيانات وتصريحات كثيرة تؤكد قرب إيجاد الحلول لها لكن جميع بياناتها ذهبت أدراجرية هي أبسط الأشياء الانترنت كل مواطن يستخدمها يعني أكيد صفقة سياسية لأنه ممعقولة فجأة يضعف الانترنت إلا صفقة سياسية ويرى العراقيون اليوم أن الضعف العام لخدمة الانترنت في العراق جاء متزامنا مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية حيث يستخدم المرشحون فيها المواقع الكترونية للتنافس الانتخابي والسياسي مستبعدين أن يكون هذا التزامن نتيجة الصدفة